معقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تبع خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية وأكد الرئيس السيسي في هذا صدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تبع السيد الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توفر السلعي في الأسواق